السلام عليكم ورحمة الله عمر يحييكم من جديد ربما تقضي سنة من حياتك وأنت تعتقد أنك تتقدم في اللغة الإنجليزية ثم تكتشف أنك لازلت مكانك حدثت لأشخاص كثير عندما اعتمدوا فقط على الاستماع أتحدث وتحدثت كثيرا ويتحدث غيري عن الاستماع وأهميته لكن لا يأخذ هذا الكلام شخص فيذهب مثلا ويعمل برنامج للاستماع للنشرات الإخبارية باللغة الإنجليزية فيجلس كل يوم أمام التلفاز ساعة أو ساعتين أو أمام اليوتيوب يشاهد ويستمع وهو مثلا لا يفهم شيء فقط يستمع وهو يعتقد أن هناك تفاعلات كيميائية داخل العقل التتم والأمر يتطور وبعد ستة أشهر مثلا أو سنة سيكتشف أنه أصبح بلبل في اللغة الإنجليزية طبعا هذا الكلام خاطئ الشيء المهم الذي يجب أن نفهمه جميعا عندما نتعلم ونكتسب لغة أخرى أن نتعلم أو اكتساب أي لغة يجب أن يتم عبر مسارات متوازية نعم مسارات متوازية مثلا كل يوم يجب أن يكون لديك نشاط لإكتساب الكلمات وهناك مسار آخر وهو مثلا الاستماع ومسار لممارسة التحدث وتعلم القواعد حتى تعلم القواعد النقطة المهمة هنا أن لكل مسار حجم مختلف عن الآخر فأنت يجب أن تقضي وقت وجهد وتركز أكثر مثلا على مسار اكتساب الكلمات والاستماع لأنه نلاحظ هنا مثلا هذا طبعا رسمة تقريبية هذا المسار يحتاج تركيز واهتمام منك أكثر بينما مثلا تعلم القواعد يحتاج منك إلى اهتمام أقل وأن تقضي فيه وقت أقل يجب أن تمضي في رحلتك لإتقان اللغة بهذه المسارات بالتوازي هذه الكلمة المهمة حط تحتها خط بالتوازي يعني ما ينفعش أني مثلا خلاص أتفرغ للاستماع في هذه الثلاثة الأشهر وفقط استماع فقط لا هناك خلل يعني لن يكون هناك فائدة كبيرة لأنك أهملت المسارات الأخرى لكننا نركز على مسار الاستماع لماذا؟ لأنه هو المسار المهضوم قد يكون ربما أهم مسار أو ربما بالتوازي مع مسار اكتساب الكلمات إذن النتيجة الأولى هي أن الاستماع لوحده لا يكفي وخاصة في المستويات الأولى المبتدة والمتوسط أهم دور للاستماع هو تعزيز وتقوية هشاشة لغتنا الإنجليزية مثلا إذا أنت وصلت إلى هذا المستوى مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية نلاحظ أن لغتك الإنجليزية تبقى هشة يعني بسرعة تنزل كلمات لا تستطيع استخدامها إذا مثلا انقطعت فترة تتراجع سريعا لكن مع الاستماع لغتك الإنجليزية تصبح أقوى تصبح ثابتة أكثر وراسخة لكن هي لا تصعد على هذا الشيء المهم يعني صعودها طبعا ربما تصعد قليلا لكن في الغالب الاستماع يثبت موقعك الحالي فلذلك نقول إن كنت مشغول جدا ولم تتمكن من تطوير لغتك الإنجليزية فلا تتوقف كي لا تتراجع إلى الخلف على الأقل استمع بشكل يومي لماذا؟ كي تبقى على نفس المستوى حتى تجد الوقت وتكمل رحلتك إذن الاستنتاج الثاني هو أن الاستماع يقوي لغتك الحالية الأمر الأخير والذي سنخرج منه بفائدة عملية هو أنك في بداية مشوارك لتعلم اللغة الإنجليزية أنت تحتاج لبذل جهد للترجمة وتعلم الكلمات أكثر من بذل الجدوى الوقت للاستماع لذلك في بداية مشوارك في تعلم اللغة الإنجليزية يجب أن تعتمد كثيرا على الترانسكريبت أو التفريق النصي الكلام المكتوب الخاص بالكلام المسموع الذي تستمع إليه مع التقدم في اللغة الإنجليزية سيكون الوقت الذي تقضيه في الاستماع والإنصاط سيزيد تدريجيا وسيقل الوقت والجهد الذي تقضيه في ترجمة وتعلم الكلمات وكلما تقدمت وكلما زاد الوقت الذي تخصصه للاستماع لن تحتاج للترانسكريبت إلا قليلا قليلا سوف تعلق بعض الكلمات في عقلك بدون أن تقرأها ثم تترجمها بشكل منفصل اعتمادك على الترانسكريبت سيكون أقل وأقل إذن النتيجة الثالثة هي تعلم الكلمات الجديدة والاستماع قرينان لا يفتريقان لا تستمع فقط وتهمل هذا الجانب الآخر الذي هو تعلم الكلمات ثم بعد فترة تتساءل لماذا لا أتحسن وأتطور في اللغة الإنجليزية لا تعتقد أن اللغة الإنجليزية ستدخل إلى عقلك وسيحدث تفاعلات كيميائية معينة بمجرد الاستماع فقط ستجدون أسفل الفيديو رابط الفيديو الآخر الخاص بأنماط الاستماع كي نفهم كيف نستمع بشكل فعال وفيديو آخر عبارة عن وصفة فعالة لتطوير اللغة الإنجليزية بالاستناد إلى الاستماع شكرا لكم وألقاكم في فيديوهات أخرى قادمة إن شاء الله